التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء وخلال اللقاء استرد الوزير المشروعات القومية والتنموية التي تشارك في تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات استراتيجية مصر للمياه تساهم الهيئة القومية للإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر سعيا لامتلاك الإمكانات لإنشاء محطات التحلية وتوطين صناعة مكوناتها